استقبل البابا توادر الساء الثاني في المقر البابوي بالقاهرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقي علام مفتي الديارة المصرية ورحب البابا بضيوفه متمنيا لهم أن يكون العام الجديد مليئا بالخيرات والبركات وقدم شيخ الأزهر التهنئة بمناسبة بدء العام الجديد وعيد الميلاد المجيد متمنيا للبابا ولجميع المسيحيين المصريين بأيام مباركة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة